ومن دواعي العجب أن الشخص المصاب بصوم الضوضاء كثيرا ما يجد مشكلة في تمييز الكلام وصد بيئة تسودها الضوضاء فالأصم من الضوضاء يفقد القدرة على سماع الترددات العالية فهو لا يستطيع أن يسمع الناس حينما يصيحون وسط خلفية صاقبة لأن الأذن تفقد كفاءتها في تمييز الكلام عندما تصل مستويات الصوت إلى ترددات عالية تضيع في الضوضاء التي تبتلعها ابتلاعا ومعظم فقدان السمع المؤقت بسبب الضوضاء يحدث خلال الساعة الأولى أو الساعتين عقب التعرض للضوضاء المسرفة وكذلك يحدث معظم الاسترداد السمعي في الساعة الأولى أو الساعتين عقب توقف الضوضاء التي أحدثت الصمم وعندما يزول مصدر الضوضاء وتأخذ الأذن فترة راحة ينتهي صمم الضوضاء المؤقت وترجع الأذن لحالتها الطبيعية حتى إن كانت هذه الأصوات لا تصل إلى حد الإضرار الجسدي ترجمة نانسي قنقر